مساء الخير يا جماعة زيكو عاملين ايه؟ الفيديو ده هيجيب لي مشاكل كتير قوية انا عارفة بس انا مش فارق معايا لان انا عارفة ان انا مش بعمل حاجة غلط احنا طبعا شايفين الظروف اللي احنا فيها البلد عاملة ازاي ومفيش خروج ومفيش كافيهات ومفيش جمات ومفيش اي حاجة والدولة شايفة ان هو ده الصح عشان تحافظ على امان يعني صحتنا ونبقى في امان فانا شايفة ان يعني الطبيعي دلوقتي ان كل من قدم يعمل اللي هو شايفه صح يعني زي ما الدولة كده عملت خادة الاجراءات اللي هي تحافظ على سلامة مواطنيها كل واحد يعمل اللي هو شايفه صح اللي يحافظ على سلامته ويحافظ على كل حاجة فيه انا مش عارفة ابتدي ازاي يعني هو لازم يبقى فيه مقدمة عشان الناس ما تصوربش انا اسمي مها اسامة تمام عندي اتنين وتلاتين سنة وعرضة نفسي للجواز على الفيسبوك وعارفة ان ده قرار مش سهل وهيجبني مشاكل كتير وبالعرض ده وبالكلام ده تحول اسم مها اسامة من مواطنة مصرية شابة فتاة انسة عادية جدا اختك او اختي او قربتي او قربتك او زملتنا في الشغل تحولت الى شخصية عامة خلال التلات اربع تيام اللي فاتوا بالتأكيد ان احنا هنتكلم مع الاستاذة مها مع الانسة مها اسامة لكن دايما يلفت النظر انه لما بتبقى عايش في اسرة لما بتبقى مرتبط باهلك في محيط عيلتك بيبقى اول ناس بيتأثروا او يلمسهم الموضوع انه ازاي اسمها تحول الى تريندينج او بقى اكتر حاجة منتشرة على الانترنت المجتمع المصري ساب الكورونا ويساب المشاكل السياسية او اللي احنا بنتكلم فيه طول النهار وبص مرة واحدة وبص مرة واحدة وقاله هو ايه ده مها اسامة عملت ايه وعملته ازاي فبالتأكيد اول ناس اتقصرت ونقشتها او اتكلمت معاها كان الام الاستاذة مدام مونة اسماعيل او الاب الاستاذ اسامة اريند بس احنا هتكلم بقى الاول مع الاستاذة مونة مع مونة هانم اهلا بك يا فن اهلا بحضرتك ازاي حضرتك كويسة الحمد لله بخير اتفاجأتي بالفيديو بتاعماها زينا كده ولا كان عندك اي فكرة يعني لا كان عندي اي فكرة كان عندي فكرة قبل مهما عملت تعمله قالتلي ات يا ماما نعمل الفيديو الفلاني طبعا انا استغربت جدا وهجمتها بشدة قلتلي ما ينفعش تعملي حاجة زي كده اه دي حاجات من المسلمات اللي احنا تعودنا عليها وتربنا عليها وما ننفعش نحيدة عنها ونتجرق او نقول احنا بنطلب عريس لان ده موروز تورسنا كلنا قبلا عن جدا وتحفر جوانا وما ننفعش البنت تقول حاجة كده على الملأ ترجمة نانسي قنقر